حقيقة يعني معرض القاهرة الدولي الكتاب يعود بقوة فعاليات كتير جدا فعاليات إن كانت ندوات ثقافية وورش عمل إن كان للكبار أو حتى للأطفال غير طبعا الكتب الموجودة فيه والنشرين اللي بيعرضوا كمان هناك موجودين هناك الحقيقة أنه معرض القاهرة كمان زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم فيه شباب متطوع هو اللي بيساعد الزائرين في معرض الكتاب هم اللي بيقدروا إن هم يساعدوهم إن هم يوصلوا للوجهة اللي هم عايزين يروحوها بيساعدوهم إن هم يطبعوا الإجراءات الاحترازية شباب هو اللي بيعمل ده طوعية من غير أي مقابل فدي نقطة مهمة جدا والحقيقة أنه نحنا شايفين يمكن هذا المظر أو هذا السلوك موجود دلوقتي وحاضر بقوة دايما الشباب بيحاول إن هو يكون متطوع فيه فعاليات كتير جدا ممكناش بنشوفها الفترة اللي فاتت ده غير نقطة كمان همه إنه بقى فيه أونلاين شوبينج يعني ممكن ندخل على الويب سايت لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ولو حابين إن إحنا نشتري كتب من على الويب سايت ده كمان متوفر على أي حال التساعة صباحا هو موعدة مع مجزة أهم الأنباء مع حسام حداد اتفضل يا حسام شكرا جزيلا جمالة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيتش مجزة لأهم الأنباء يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم السقر أكد الرئيس السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين مشيرا إلى حص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي تعقبات قد تواجههم من جهته ثمن السقر على دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وجه الرئيس بتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الانتاج المحلي من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين إلى جانب مراعاة المقاومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبول الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية أعلنت وزارة الصحة عن خروج 2359 متعافيا من فايروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفايروس إلى 360.524 حالة وفي بيانها اليومية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2291 حالة إيجابية جديدة و48 حالة وفاة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحورة فرعية مشتقة من أوميكرون تم رصدها في 57 دولة وأوضحت المنظمة أن المتحورة التي تشكل أكثر من 93% من جميع عينات فاروس كورونا التي جمعت الشهر الماضي تتفرع منها سلالات عدة وأشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن لا يعرف سوى القليل عن الاختلافات بين المتحورات ودعت المنظمة إلى إجراء دراسات حول خصائصها بما في ذلك قابليتها للانتشار ومدى قدرتها على تفادي الجهاز المناعي للمرض أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون إجراء اتصال هاتفي اليوم بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الأزمة الأوكرانية يأتي هذا في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الروسي الولايات المتحدة بتجاه المخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا كأداه لجر موسكو إلى نزاع مسلح مبديا في الوقت ذاته أمله في التوصل إلى حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب طلبت الولايات المتحدة الأمريكية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس حول كوريا الشمالية التي أجرت يوم الأحد اختبارا أطلقت من خلاله أقوى صاروخ لها منذ العام 2017 وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات لإطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري كانت آخرها عملية إطلاق صاروخ خواص والذي قطع مسافة قياسية يختتم المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الكاميروني غدا الخميس في الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني يوم الأمس في العاصمة الكاميرونية يويندي عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة المصرية ختم موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل